السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح ناخذ فكرة عن داتابيز اللي هو مونجو دي بي طبعا احنا خلي نقول بشكل مبسط خلي نوقف هذا اوكي هذا المشروع السابق شوف لاحظه هنا ما يعرضه كيام مثل ما كان يعرضه هنا اوكي نوقف المشروع السابق اوكي ونجي ايضا نقول هذا close folder and yes ونغلق هذا fetching data تمام هذا خلي نبقي لانه نحتاجه طيب مونجو دي بي مونجو دي بي طبعا انا ما رح نشرح عن مونجو دي بي بشكل تفصيلي تمام لكن رح نستخدمه كخزن البيانات مونجو خلنكتب بجوغل مونجو دي بي حتى نشوف هون شون تكتبه مونجو دي بي مونجو دي بي هو قاعدة بيانات لكن نوعها نو اسكوال مونجو دي بي زين نوعها نو اسكوال هذا هو اسمه مونجو دي بي زين مونجو دي بي لخزن البيانات رح نستخدم احنا جربنا نجلب البيانات بس خلونا نشوف انه احنا كيف نستخدمه كفول ستاك انه مو بس فقط نجلب البيانات بل نخزن البيانات ويكون المشروع ماتنا كامل متكامل ما حتاج اي لغة اخرى يعني احنا نعرف كل ازين انه انت حتى تكون فول ستاك لازم تعرف مجموعة اللغات طبعا بالنسبة للجافا سكريبت قبل ان ندخل المونجو دي بي فانت عندك نوعين من الفول ستاك عندك الميرن ميرن ستاك تمام هذا هو الميرن ستاك ميرن ستاك شنه هو ميرن ستاك اللي هو عبارة عن مونجو دي بي و اكس برس جي اس و ري اكت تمام و نو جي اس تمام هاي الاربع لغات او اربع خلي نقول كل واحدة بنعدهم شكل زين مونجو دي بي هي خاصة يعني هنا انا دا يشرح لنا الولد تمام خلينا نقدر نوضح هنا انا الصورة حتى وضح لك هي لانا من كلتها لغات حقيقة حتى تكون فير زين احنا الفول ستاك نطلقها على فتشي كامل مكمل يعني الداتابيز والباك اند والفرونت اند كلتها بمرة واحدة فحتى تكون مبرمج فول ستاك لازم تتعلم اكثر من شي خلي نقول مونجو دي بي كداتابيز تمام هي لغة للداتابيز يعني هاي لازم تتعلمها زائدا نوت جي اس راح تحتاجها نوت جي اس مو لغة وانما الرن تايم هي بس مجرد انه راح تشغل الجافا سكريبت خارج المتصفح لان قبل النوت جي اس كان الجافا سكريبت فقط يشتغل في داخل المتصفح لكن بوجود نوت جي اس لا اصبح انه ممكن الفريمورك اللي هو الexpress js اللي هو يسلك سلوك الback end وكذلك الرياكت اللي هو library تمام هذا فريمورك هذا library react اللي هو front end تمام فعندك اربع شغلات كنت لازم تتعلمها في سبيل انه شنو في سبيل انه تكون full stack هذا بالنسبة شنو لل mern stack طبعا احنا عدنا ايضا طبعا عدنا mern stack وعدنا ايضا شنو mean stack mean stack شنو هو mean stack اللي يختلف شوف هنا من نجي mean stack اللي يختلف عنا شنو بدل الرياكت رح يكون angular بس يعني انت ممكن تسمع يقول اني full stack developer شنو هو الا stack اللي تستخدم ما يقول mean stack او يقول اني marine stack تمام اذول هم يعتبرون full stack بس هم لازم يتعلمون اربع شغلات ازين بالنسبة الnext.js شنو الموضوع بالnext.js شغلتين تتعلم بس mongodb و next.js بس تخيل هادلات شغلات انت تختصرهم هذا ايضا تختصرهم هذا هي جمالية الnext.js فبالتالي اني رح احتاج بس mongodb اتعلم اني بالقناة ما لتي شرح المongodb اليوم رح ناخذ فكرة شون نتعامل مع المongodb ما رح ننزل السيرفر مات المongodb بحاسبتنا لا رح نستخدم كون لين ونسوي بها التجارب بس الفكرة الاساسية الان لازم تتوضح انه عندك mean stack وعندك Mergering stack فهذا يسمونه full stack هذا يسمونه full stack ليش لانه تقدر تبني ال database وال back end وال front end تمام فاربع شغلات لازم تتعلم بينما next.js اللي هو ايضا full stack انت حرفيا ما رح تحتاج تعلم اي لغة اخرى لان بمجرد متعلم مع next.js خلاص بس تحتاج تخزم بيانات كوين في قاعد بيانات اللي هي اسمها mongodb اوكي يعني تخيل انت هاي تلات شغلات يتحول الى يعني خلي نقول express react node هذا كلتها يتحول الى next.js و mongodb فشغلتين بس عندك فخلينا نشوف المونجو دي بي شون اتعامل ويا طبعا هذا تكتب موقع mongodb وهذا يطلع للموقع مالت www.mongodb.com تدخل للموقع مالت اوكي لازم تسجل بيها لازم يكون عندك حساب المونجو دي بي وعادي جدا الحساب مالت سهل جدا يعني هنانا مثلا تقول start to free او هنا ايضا عندك try free او sign in خلينا نشوف sign in شو يقول لنا زيان نسوي sign in لاحظ يطلع لك هذه امامك طبعا النسخة الحالية هي mongodb 6 ممكن يكون 7 8 عادي ولت خلق تقري تابع الدورة تقول لجو اذا عندك حساب github عادي بالنسبة لي راح ادخل بحساب google واختار احد حساباتي في google طيب راح يطلب من عندك privacy policy accept تقول لها هنا صح وتقول submit submit تمام وهذا راح يبدأ يحضر لك الحساب طبعا هاي لانه اول مرة نسجل انا عندي حساب اخر مسجل بها بس عندي هذا اليميل ما مسجل بها حبيت انه اخذ وياك تجربة الحساب الجديد حتى خطوة خطوة نكون مع بعض building new application learn mongodb اي واحدة من عدد انت اختار اول واحد اختار اول واحد هنا يسألك انت شنو تريد تسوي مثلا خلي نقول على سبي مثال microservices or api ممكن تختار mobile application بكيفك اللغة اللي انت جاي تشتغل بها تمام طبعا فيها لغات كثيرة راح تختار جava سكريبت كون نحو next js و java سكريبت finish submitting and خلي نشوف هذا راح ياخذني وين ياخذني لي هذا طبعا ممكن تختار الحسابات هاي طبعا تحتاج لها visa card master card لان هاي بها storage مثلا 10 giga 2 giga 2 virtual cpu auto scale مثلا هذا تمام احنا راح ناخذ free المجاني لان ندري نسوي تجارب علي زين فرح نختار هذا سوي click شوف لحظ اطراف صار لون اغضر بعد ذلك تجينا تتكد انه هو free تقول create الآن ظهر عندك بهذه الصورة طبعا لازم انت بالبداية تخلي authentication لازم تخلي username and password فتختار username and password هنا وتنزل يقول انه username password مالتك هذا راح يكون انا راح اغير هم اسمي مثلا مبدئيا محمد وال password مالتا هذا بس انت اذا عندك تطبيق حقيقي لا اكيد ما راح تخلي username password بهذه السهولة ولو ما راح يمطي كبير نقول create user and yes ما عندي شيء اخر اقول finish and close go to database congrats خلي نشوف هنا تمام اسا حالي اندي يسوي data deployment تمام ونيجي هنا نقول مثلا connect connect اوكي نيجي هنا شوف لاحظ يقولك انواع وشكال انا راح اربط وياما ويا mongo compass mongo compass هو واجه رسومية فكرته شنو عندما تتحكم مع ال database اللي موجود هنا كواجه رسومية فراح اختار ويا compass اختار اختار نسخة مال tech اختار 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 xp macer عند هنا عني بنسبة ل mac فا اختار شنو download راح يفتح صفحة جديدة تقول hello راح ينزل هو صفحة وطمات كانت انغلق اذا انت بنسبة لك او what i'm doing what i'm doing windows اختار windows ونزل نسخة windows على سبيب مثال ماشي طبعا هنا تلاحظ انه نسخة windows يكون exe هذا خلق غلقة هذا هو السريال الكل مهم طبعا انت بعد ما تنزل mongo db راح يكون بال download موجود على بنسبة لي نزل tab mac وعملي تنصيب تجد جدا سهل يعني ما يستهل الى الشرح مجرد تجي الdownload وتقول this one تقول double click اوكي فتجي تنقل هنا اما بالنسبة لل windows فاسهل ما يكون مجرد تقول next 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 that's it اوكي اجي افتح هذا هو mongo mongo compass تمام اضغط عليها وانتظر انفتح الواجه مامي اوكي اقول اوكي that's it اذا هار عندك بهادي الصورة تقول start لا كنت url تذكر url اللي هنا هو هذا اجي اقول copy تمام and اجي اروح ال compass من الوكال الهوست امسحها هذا لازم يقوم موجود مونجو دي بي نقطتين سلاش سلاش و اضيف او هو هو منطيني ايها خلاص نقدر نقول كونترول اي كونترول في اتسيت هذا اوكي مثل ما هو مثل ما هو بس مثل ما هو اوكي مثل ما هو اقول اكوبي و مثل ما هو اجي هذا كلها امسحها و اقوم باست تمام بعد ذلك اجي اقول منطنكت و انتظر رح يعمل كونترول و عندي يقولي ان انا عندك خلال ليش لان انا نسيت اضيف ال باسورد لاحظ هذا باسورد مالتك لازم تخليه وهو ما يخلي لك الباسورد فالباسورد مالتيجان محمد تذكرون انا هذا يوزر نيم وهذا باسورد يعني يوزر نيم نقطتين باسورد مالتيجان فاقول اي connect او كنnecht تمام اي اي اغتنى مالتك و اضغروا بهاي الصورة خلاص هو ربط نفسة طيب لو أجعل الداتابيز رح ألاحظ أن أنا عندي عاد منه لوكال إذا أريد أصنع داتابيز شون أصنع داتابيز أجي أقول له هنا create database أنا عنطي له اسم داتابيز أي شي أنا عنطي له ياب كيفي يعني أسميه مثلا my data تمام و collection name مثلا table يكوني users أنا رح يكون عندي مستخدمين أو يكون عندي post مثلا post تمام post مثلا whatever فأقول له شنو يقول له create database طبعا خلق للداتابيز هنا رح ألاحظ أنه عندي داتابيز منفصل في داخلها collection اللي هو اسمه شنو post طبعا هنا أقدر أضيف البيانات تمام أقول له insert document وأضيف البيانات على سبيل المثال أو أتركها مثل ما هي ما أضيف لا شي هنا رح تنخزن المعلومات المالتي طيب هو شلون أنا أقدر أربطها مع المونجو دي بي القصد على النود على نكس جي اس شون قدر أربطها مع المونجو دي بي العملية سهلة جدا بالبداية لازم نسوي المشروع مرتنا يعني إذا أجي على النيكس جي اس تمام أخذ وأجي هنا أنا أروح للديسكتوب for example CD Desktop and هنا مثلا هنا مثلا شنو اكتب رأسا Enter and yes هنا أقول له مثلا my mongo data يعني حتى بن أرفع لكم المشروع بالGithub يكون واضح هدا كله تنو Enter تمام خانيجي هنا اقوله cd شوف الله هذا بالدسكتوب عندي هذا and اجي هنا اقوله file open folder desktop my mongodata تمام open هذه الملفة تمام احنا متعاملين وياها صهر الله احنا متعاملين وياها بكثرة يعني موضوع جديد and هنا npm run dev right بعد ذلك شاحتاج بعد ذلك اجي هنا انا انا سابي مثال واجي الى pages next js او index js هذا كله اغلقه فتحت يمكن اغلقته اوكي هذا اغلقته زين and running تمام واذا يشتغل طبعا هذا كله امسحة واجي اقوله هنان اتش وان واكتب hello database حلو اجي اخذ هذا الرابط اضعها هنا لنلقي نظرة tan 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 hello database حلو نجي للأب هذا انواقفه ما مش محتاجينك خلص اوكي هذا save and that's it hello database حلو لهنا احنا الحياة سعيدة طيب شون نستخدم او شون نربط بين next js مع المونجو دي بمارتنا اللي موجود على الانترنت تمام بالdatabase يعني خلي نقول الموضوع جدا بسيط الموضوع انه هو نتهمد على مكتبة شون هنا شون نجيب الاي باي عن طريق الاكسيوس في مكتبة اسمها مونجوز مونجوز اوكي اللي هو هذا مونجوز هذا شون فكرته هذا فكرته مكتبة يقدر يربط نفسه او يربط الفريموركات متجافة خصوصا مع قواعد البيانات اللي هو مونجو دي بي تمام طبعا مو بس هذا الشي لا تقدر تتلاعب بالبيانات ايضا ترسل البيانات تضيف تحذف والآخر من الامور فاستخدامها سهل جدا 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 تمام شوف هنا انا يقولك هالشكل تستخدمها والآخر من اضافة الى ذلك ممكن ايضا تلقى المكتبة موجودة هنا بالن بي ام يعني هنا اكسيوس شون احنا نزلناها يعني تقدر هنا ايضا تقولها مونجوز على سبيل المثال مونجوز ان بي ام تمام وهذا مونجوز ان بي ام ونفس الحالة هو ان بي ام اي مونجوز فقط هذا شوف شوف سهل سهل هذا اضغط عليه اجي هنا اوقف المشروع كنترول سي وراء اجي يقولي كنترول في واجي شنو انزل المونجوز اذا المونجوز انا احتاجها تمام طيب خلينا ينزل المكتبة بالكامل طبعا هاي المكاتب كلها تنزل كلها تنزل هنا بالنود ماجلز تمام فخلي ينزل هذا نزل تمام يقولك هاني ما عندي مشكلة يبقى عدنا شنو يبقى انو مثلا 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 احنا قلنا صفحات هنا نصممها بالpublic اعفوا بالpages تمام انا احتاج شون سويت هنا component اللي كان بيها اللاي اوت راح اسوي لي فت فولدر خارجي نا يعني بالمشروع فولدر خارجي بس ما يكون عايد لا للpage ولا public ولا ستايل ولا يعني يكونوا مفرد بنفسه تمام هذا اسميه مثلا يوتلز يعني يوتلز يعني شغلات المكاتب مثلا اخلي بها مكاتب الخاصة هذا الفولدر من تم انشاءه اجي اخلي بي مثلا file اسميه دي بي كونكشن او دي بي كونكشن او دي بي كونكت مثلا مونغوز اذا ارجع تمام يقولك هالشكل يعني اربط نفسي اسوي لي كونستانت مونغوز بعدين اجي احدد الشغلات اللي يعني احتاجها اوكي طبعا احنا هذا بس نحتاج اول كونستانت اللي والكونستانت مونغوز ريكوايرد مونغو اه مونغوز اوكي بي هذي الصورة ثان بعد ذلك شاقول له اجي اسوي لي ف Drew New Year educational شونو اربطه اعمل لي فنكشن ازين الفنكشن اسمه دي بي كونكت زين هذا الفنكشن مايد اي برامترات هذا وضيفة بس دي بي دي بي كونكت زين هذا فهذا فنكشن بس وظيفته انه يحاول يربط نفسه مع الاتابيز يحاول يربط نفسه مع الاتابيز اذا تلاحظ يحاول try نفس الوقت ما اقلنا اي شي خارج التطبيق نستخدم ويا try مثل ما استخدمنا API فالاتابيز اكيد مو من ملكية التطبيق الاتابيز ينخذ معلوماته بالمونجو دي بي فالمونجو دي بي منفصل سيرفر مفصل فبالتالي لازم نستخدم وياه شنو قلنا try فتراي كاتش لازم يكون موجودين هنا فككونيكشن شوف لاحظ مونجوز يستخدم الكونيكشن بهذه الطريقة فاقدر اقول له هنا مثلا بالتراي اربط نفسك اوشي اوكي وهنا حتى اضمن اضمن انه مرات مثلا ممكن الانترنت بطيء مو سريع فيبطأ الانترنت فحتى اطمئن انه ممكن ينتظر الكونيكشن من السيرفر فاقدر اقول له هنا السينك زين اساكرنايز اساويها ليش حتى اساوي هنانا await حتى شنو مايستعجل بيجلب البيانات يعني جوز الانترنت بطيء فينتظره لحد مايجلب البيانات حلو يعني بهذه الصيغة طيب هذا الdatabase شنو راح يكون تذكرون احنا هنا وين ما نقص هذا تذكرون هذا الdatabase اللي احنا ستصنعنا قبل شوية المعلومات مالتا شوفوا الكونيكشن مالتا هنا خلني جي نقوله edit configuration شوفوا هذا الكلاستر اللي هو داي استغتمع هذا هو الdatabase مالتا طبعا الdatabase مالتا يكون عشوائي يعني على سيرفر معين مثلا هما خلينيقول يخزنوها شوف هنانا view monitoring هاي في حاتي ذات كي نايس بس خلينا بالapp services احنا هنا نقدر يعني نرجع الapp services اوكي 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 شوف لاحظ هذا كله اقوله شنو اقوله paste بياذا الصيغة زين فراح يكون اخلا اغلق هذا فراح يكون بداخل الconnection فاحنا قلنا الpassword multi شنو مختار عني شنو تمحمد صح؟ لازم اخلي الpassword مالتيام ايضا صحيح يعني ما يصير عندي خطأ بس هنا يعني بعد نهاية string انطي space واقوله فارزة فارزة انطي لفد معلومتين مهمة جدا حتى يعرف انه هذا من ال client زين هنا انا شا اقوله اقوله use unified use unified topology نقطتين اسويها true و فارزة او لا نفسها داخلها فارزة user او use عفوا new url parser اوكي واقوله true like this بس هذا لا ضيفه بي طبعا بالcatch اذا انا كان عندي error فاقولك console dot log واقوله هنا مثلا ال error ال error اللي راح يظهر لي اظهر لي احنا انا that's it and هذا لازم شا سوي لا اسوي لا export يعني export default تمام هالشكل export default احنا قلنا اي ملف تصناعها اذا تريد تستخدمها بغير مكان فلازم تذكر لشنو export default لازم اوكي طبعا هو هم يصير هالشكل 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 انا تقرى تسويها شف هذا sorry يعني هالشكل سويت هالشكل هم يصير اوكي بس شنو انما تذكرها sink تقول هذا زين يعني اما هالطريقة تسوي اما لا يعني تختصر الموضوع يعني خواب من البداية اذكرها that's it يعني ليش اذكر هنا فراح تلقي الطريقتين موجودة يعني على الانترنت فعادي لا تتشتت يعني متشوف الطريقتين الطريقتين هي يتنفى عادي جدا بال بالdatabase great طيب هنا هذا الdatabase اذا اجي على ال index i think احنا نحن فائل واحد فقط اي نعم فائل واحد بس بال index شو نقدر نسوي هذا كلها نمسح اوكي نحاول نجيب ال db connect فنقول db connect هذا شوف db import db connect من at utils وين utils slash db connection dot js اوكي فراح اجيب هذا حتى شنو استخدمه هنا اوكي حتى استخدمه هنا طبعا اكو نقطة كلش مهمة احنا الconnection من نجرب من عند البيانات لازم نفصل ال back end اوكي عن front end يعني الان index js هذه يظهر امام المستخدم صح يعني يظهر هنا هذا نسميه front end يعني انت عندك دائما ثلاث اجزاء database اللي يغزر فيها البيانات ال back end اللي يكون بين database وبين المستخدم اللي هو هنا الواجهة فاحنا فاحنا عرفنا ان هذا الواجهة هذا هو ال database حلو فال back end وين ال back end cd راح يكون في مكان اسم folder api اذا هنا انا عندي folder اسم api هذا موجود بداخل pages تمام هذا الفولدر يتم استخدام ال back end فاجي هنا مثلا راح ألقى hello اوكي شوف حتى منطيني api بسيط هنا طبعا هذا comment ما راح يشتغل عادي انت double slash مع comment او ممكن هم تمسحها اصلا already اوكي كيفك هنا نجي طبعا هذا خلين نساول save نجي هنا نقول لشنو db connect فجبت ال connection هنا وين في api hello dot js مثل ما قلنا هذا back end راح يصير ايش بداخل api back end ال api موجود بداخل pages اوكي بداخل pages مباشرة يعني بداخل pages مباشرة هاي صفحات بس بداخل api دائما تخلي شنو تخلي ال back end فهنا db connection تريد تجرب انت طيب هذا منين دا اجيب دا اجيب من ال utils اوكي هذا هو ال function طيب شون اشغل هذا ال function بسيط يعني بعد ما جلبت هنا اجي بس انادي عليه اوكي طبعا هو function لازم هالشكل اسوي له that's it اوكي يعني بهاي الطريقة بسيطة جدا صار عندي front وصار عندي شنو back end يبقى الشي هنا اجيب ال db connect هنا حتى تأكد انه ال connection صحيح ولا لا اقدر اطبع بالconsole طبعا من اقول console.log راح يطبع هنا اوكي خلي نقول له هذا clear راح يطبع هنا بالconsole فهن هالشي يطبع مثلا يقول connect connected successfully successfully تمام هالشكل هاي بس للتأكيد انه صار connection بس لعكتر لعقل طيب خلنو نجرب نجرب نجي نانا نقول npm run dev اذا الحاليا نحن نريد نحاول نسوي فالشي full stack بها front end وبها back end وبها database خلنجي نعمل نانا refresh ونراقب control and اوكي نحن hello database دي يشتغل perfect طيب هذه هي الواجهة هذه هي الواجهة تظهر المستطميل الAPI شون استعرضه بسيط جدا الAPI شوف هو موجود بالPages بفولدر الAPI في فايل اسمه hello js اللي ربطت بها ال database تمام this one database فاني احتاج شا قول هنا بالPages شا قول slash API ليش قلت slash API عادي احنا قلنا الفولدر بيتعامل ك رابط الفايل اسمه hello js فاني حكت بس hello صح hello hello زين وقل enter اوكي ظهر لي هنا المعلومة اللي يرسل لي اياها هو اصلا هذا كمثال هو حط بداخل يعني اوكي بس خلينا نجي للكونسول نتأكد اوكي connected successfully اذا ربطنا نفسنا مع الDatabase بشكل رائع وجميل جدا جدا شوف اوقات تظهر عندنا error اه هنا فاحنا نتأكد من عنده عن طريق الif else الerror handling الnext next js عنده شي جميل جدا واكثر ذكاء اللي هو الnext connect تمام لو اكتب الnext connect راح يطلع بالnpm طبعا هذا شنو هذا مثل middleware اللي هو يتحقق يعني بدل ما تسوي لك if else كثيرة لا هو يقدر يشتغل اذا في حد اكو عندك error معين مثلا او اذا انت تريد تعمل get او تريد تعمل post مثلا او تريد تعمل put او تريد تعمل patch وطبعا يدعم الasync وهذا شي جميل قصدنا شن هو ان لما اريد اجيب بيانات لما اريد اضيف بيانات لما اريد احذف بيانات ليش اني بهاي الطريقة راح اختصر راح يصر عندي دالة وحدة بها اكثر من عملية وهاي العملية تعتمد على المستخدم اذا هو يريدي سوي post او put او get او patch اوكي فهذا شي جميل فرح اتتبع او استخدم next connect واجي هنا خلي اوقف البرنامج واجي اقول له هنا best وانزل next connect طيب بعد ما نزل next connect ما عندي اي مشكلة اجي شا سوي مثلا اعني شنو 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 اريد اجلب هاي البيانات اوكي هذه البيانات اللي هنا اليوم مات post صح يعني اذا جيت هنا ايه post لو اجينا بس post مثلا شوف هاي ظهر عندي كلتها او اريد اجي اي دي معين خلي نقول user معين على سبي مثال create وإلى اخر من مور هاي المعلومات شون اصوي لcreate في الdatabase مالتي تمام طبعا كل هاي المعلومات اقدر انا اصويها وارتبها اذا عندي شنو اذا عندي خلي نقول مخطط شوف هذا الpost اي طبعا بالplaceholder موجودين لو ارجع ومنطلخ الplaceholder مثلا انا عندي هذا الابوم هذا ما بيه شي الابوم بس هاي مثلا photos صور بيها هذا شوف هذا url مات الصورة رابط الصورة زين هذا thumbnail مات الصورة اوكي يعني هذا اذا جبته مثلا هذا الرابط خلنا اخذ نكتب بال web page خلني شوف الصورة تطلع شوف لاحظ ظهر عندي صورة اوكي فهذا ممكن استفاد عني من عنده هذا مثلا url خلني شوف هذا url اوكي شوف لاحظ اي الصورة فاذن انا اقدر شنو اقدر اعتمد على هذا اللي وبيه الالبوم id وال title وال url طبعا انا راح احتاج بس هل ثلاث شغلات title url thumbnail يعني اقدر اسوي لفت database يعتمد على ثلاث شغلات اساسية راح اضيف في database طبعا هذا احقق اذا عندي مثلا model يعني ما اريد اخزم بال database رأس ا شو ما شون تمام فش راح اسوي راح اصنع لي folder اخر مثل ما صنعت لل utils راح اصنع لي فت folder اخر اسمي بال models اوكي هذا الموديل شا استفاد من عنده مثل قالب شايفين الموديل اللي موجود بشباك المحلات تمام اللي هو من تروح تشوف الملابس ملكان موجودين اللي هاي من مصنوع من plastic اللي يلبسوهم البسة حتى تشوفها وبعدين تجي تشتريها فالموديل نفس الفكرة داخل هذا folder الموديل راح اعمل لفايل مثلا اسمي بال posts تمام هذه البوست على سبي مثال اجي طبعا هذا لازم يكون javascript تمام هنا نقول dot js javascript زين هنا اجي شنو مثلا اصنع لي خلي نقول model على اساس هذا الموديل املي البيانات فطبعا هذا الموديل راح ارسله للمونغوس فاحتاج من db connect ااخذ المونغوس هنا بهذا الصيغة وبعدين اجي هنا اقول مثلا conist اعمل لي متغير نقول عليه post schema هذا متغير طبعا عادي متغير عادي هذا نقول new mongos تمام حتى يصنعها بdatabase dot schema this one schema طبعا اقواس نفتح له اللي هو function and لا class sorry نخلي اقواس هنا مع المجموعة ونفتح هنا نجي نعرف القيم يعني نشوف هنا يقولك x لstring مثلا فهنا مثلا انا اريد اضيف post معي مثلا لازم يكون عندي title url thumbnail url مثلا زين فهنا مثلا يكون عندي title ok title مالتر راح يكون string and فارزة لنهذا object ممكن يكون بيها detail details أو description مثلا ايضا يكون هنا string زين ممكن يكون الuser من هو اللي نشر هذا المنشور ايضا يكون مثلا string زين age malta عمر مثلا ممكن هنا تخلي number تمام الage هو رقم طبعا تجري تسوي غير شغلات يعني مثلا تجري تسوي database للموظفين database شوف شنو تري تسوي ها فعلى اساس هذا schema راح يقوم بملء هوين في داخل في داخل database اوكي فش نحتاج هنا طبعا هال schema اللي احنا سويناها نيجي هنا شنو حتى نخليها مستخدمة من قبل الملفات اللي هنا بال API لازم نعمل لها export فنعمل export المن راح نعمل export للموديل المانتنا فنقول export default زين نيجي هنا نقول لها mongos اوكي dot عدنا شنو model أو models dot شنو الفايل اسمه شنو posts تمام posts طبعا خلي في بالك نقطة اي model تصنع لازم يكون ما يكون جمع بصيقة جمع لازم بصيقة مفرد post وكي and هنا غير اوكي غير post and هنا نفس الحالة بما ان الفايل اسمه post فبالتالي انا نقول post حلو في حالة اذا ما كان موجود ال user راح او في حالة اذا كان موجود ال post راح يجلب لي اذا ما كان ال post موجود راح ينشئ لي فاذا اقول or هاي ال two pipe دلال على or او في حالة ملي 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 ال user يعني هذا جيب لي ال user من database هذا command جيب لي ال user من database نقدر نقول اذا ال user ما موجود اذا ال user ما موجود تجير تصنع لي اياها اوكي لازم يكون داخل string post فارزة شنو ال post اللي راح ينشئ ها هنا على يا اساس يعتمد شنو القيم اللي راح تضيف ها هذا القيم title details user age اذا اقدر يقول على اساس ال post schema اوكي الهذا عن اصنعته فاذا كان موجود جيب لي اذا ما كان موجود خلاص اصنع لي راح يضيف نعمل لنا او نجي لال api بما احنا ويا ال api نعمل لال api نعمل لنا مثلا folder في ال api انسامي بال posts اوكي انتبه هذا back end تمام وفي داخل نعمل file انسامي بال index .js تمام ونعمل ايضا واحد اخر اذا نريد على اساس ال id فنجي هالشكل اقواس المربعة نقول id .js js اوكي طيب بال index بما نوع هذا api شو راح يسوي هذا راح يربط نفسه مع ال database ويحاول يجيب المعلومات من ال database اوكي هذا ما لا علاقة بال user هذا يجيب من ال database شون اللي نحتاجه اول شي نحتاج ل next connect next minus connect next connect هل نجي بتانا هذا شوف هنا يقول لك import nc next connect هذا جيب تمام هذا راح يفيد نا بعد ذلك شنو اتأكد انه ال database ينربط فبالتالي هذا اوكي هنا بالتالي راح اقول شنو راح اقول اوش يتحقق انه ال database اكو رابط هالشكل بس that's it هذا راح ينادي على ال database بعد ذلك مثلا نحاول نجيب البيانات شون نجيب البيانات عن طريق من عن طريق ال next connect قلنا هذا افضل النا استخدامه فبالبداية راح اعملي مثلا conistant اسم handler يعني هنا انا شارح لك شوف هنا يقول انا سأقول conistant handler وكذا كذا من الامور فاقدر اجيب هذا اصلا هنا اقول paste شوف هنا نقول conistant handler شوف nc مثلا dot get انا اريد اجيب مثلا فد معلومة موجود بالdatabase and هذا get هالشكل يستخدم فاذا جيت هنا لل nc هذا كل خلي هالشكل يسوي ها ازيان get هذا request وresponse يعني انا راح اطلب من الdatabase يجيب للمعلومة بالتالي الdatabase راح يرد علي عن طريقة الresponse تمام طبعا هذا راح اصوي async افضل ليا تمام قلنا ليش افضل لنا and هنا راح نستخدم try try catch ازيان اذا قدر يجيب للمعلومة طبعا هنا راح اقول شنو conist راح اصوي للمتغير شريد من الdatabase اريد يجيب لي post تمام اريد اي post تمام اريد اي post فاش اقول اقول post او posts اجيب لكل البيانات الموجودة بالdatabase await صح لانا سويت async على موض هذا await واقول شنو post اذا تلاحظ انا post جبته اللي هو على اساس هذا الموديل لان اريد اجيب شنو اريد اجيب title details user age اوكي فعلى هذا الاساس فرح اقول await post dot find راح يجلب لي كلتهم اقواص مجموعة اوكي ورح يجلب كلتهم بعد ذلك شا سوي يرسل لي post اوكي راح يرسل لي البيانات زين زين اذا عندك error ممكن انه يرجع لي ايضا هنا اقول return اوكي انا نقول rest send شوية شوية ممكن احس عندي شوية نشلة نشلة خشمي مزدود اسف جدا اوكي هنا اقول status تمام هذا ماثر على صوتهم طبعا اوكي 400 انه في عندك error dot json and ممكن اتزل message وقل احنا message نقطين مثلا sorry something went wrong some oh my god something went wrong اوكي w wrong اوكي بعد السيغة يعني اذا نجحة راح يرجع لل post اذا هنا مجموعات اذا صار اي مشكلة راح يرجع للرسالة يقول انه في عندك مشكلة مع نجحة العملية تمام hi شوف get ايضا ايضا نفس الكلام نستخدم async ونفس الكلام استخدم try لن database هذا يعني ما عروف راح يربط نفسه ولا لا او يصير خلال او لا شون اللي اريد اريد انت راح ترسل لي معلومات على سبيل مثال المستخدم انت تقدر تطلب من المعلومات اللي يرسل لك هي وتقدر تغزن ها عندك يعني مثلا اش اقول لها اقول مثلا اريد اخلي اقواص المجموعة اذا اريد اخذ اكثر من قيمة من اليوزر اريد شريد من عند اليوزر اريد title فارزة وريد details وريد user وريد age صح هالا 4 شغلات هالا 4 شغلات اللي انت طلبتها حاليا هادا كورا ستنت بداخل الAPI معلتك منين دي تجي اصلا اه اني هنا مو جاي ارد عليه المستخدم هو هذا ارد عليه هذا طلب المستخدم طلب المستخدم هو راح يرسل لي المعلومات اذا موجود بال request فاجي اقول ال request dot body لان هو راح يسل عن طريق body زين فلازم يحتوي على شنو على هالقيم حلو الان شن سوي مثلا انت post يعني تريد تنشئ على سبيل مثال post جديد فبالتالي تريد تنشئ post جديد تجي تعملك شنو مثل هنا constant ايضا بس هذا post جديد فاذا constant post تمام constant post post جديد او خلني نقول اسمه new post وهذا post شو راح يسوي new post تمام شون هنا post and اقواص وا اقواص المجموعة تمام شي يحتوي على هالقيم اللي اخذت من عنده اوكي بيعد الصيغة فاذا new post بهذا الشكل راح يخلق لي المستغدم طيب هذه المعلومات اللي اجيبها اقدر هذي اخليها خارج التراي نعم ليش لان هاي المعلومات راح يسويها بداخل تطبيقنا ما هو بالأول بالأخير عن طريق الويب يعني لازم من تطبيقنا يرسلها فبالتالي ممكن اخليها خارج التراي ما يحتاج هذا ما دي يتصل بالداتابيز لكن الباقي نعم للداتابيز يعني هنا على سبيل مثال بعد ما انشأت هذا الnew اوكي فاحتاج انه اتأكد اسوي الnew post اعلى المعلومات اللي اخذت من المستخدم new post dot save اوكي dot save هالشكل اذا نجحت العملية خلاص اعلى رح ارسله شنو رح ارسله معلومة مثلا اش اقول اقول مثلا new post post added تمام بعد الصيغة ارسله اياه في حالة فشلت خلاص اعني اطلع المسيج اقول لا في مشكلة صارت تمام اعذرنا طيب هذا شون اخلي يطلع ويستخدم من من قبل اي بي اي اوكي قلنا اي شي لازم نضيف لشنو export لازم اضيف ل export وايضا default هاي لازم اوكي اذا مضفتهن ما رح يستخدم خارج الشسم رح يبقى هنا موجود طيب هذا انا قلت عليه يبقى شنو عندي يبقى عندي هنا طلع علي error constant يا اما عادي انت تمشي بالمتغير ما عندك مشكلة بس بعدين تجي هنا تقول export default handler هم يصير يعني الطريقتين تنفع حقيقة هنعمل هنا save ونجي هنا ونستخدم ال API مانتنا طبعا هذا ال API بال API احنا عدنا posts اوكي هنا عدنا posts طبعا هذا get request ها السيرفر طافي اوكي اجي اخذ هذا copy او لا محتاج copy هنا ارى سنقول اخلي نقول الرفresh مفروض يرجع لي شي فارغ لينو ماكو بيانات اصلا بس هنا انطاني مشكلة زعلان من عندي زعلان زعلان لس مر ما يقول مرحبا احنا قلنا لكون استان البتاع احنا سوري نانا ناسين القوسين مال تل انسي اوكي قوسين مال تل انسي ناسي ناسي احنا اجتغلت ترى اجتغلت شف تستخدمها مع ال api في حاط اذا تريد ترس البرامترات على سبيل مثال معلومات و الى اخر باستخدام البوست من اوكي فانت اهنا يرجع هذا هو و الى داونلود باستخدام بالداونلود باستخدام عندك اكثر نسخة عندك ويندوز لينكس ماك و او يا نسخة ريد موجود زيان يعني هذا ويندوز عندك موجود اوكي فاعدي او تجينا product إيكة أينك هنا خلنا نرجع هنا خلنا نقولها أه أو download windows سوف تلحظ أه هذا شوف تلحظ يقولك for mac و ما أعرف شنو هاي والآخره شوف أياته هذا بالنسبة لل mac هذا بالنسبة لل windows هذا بالنسبة لل linux بسيط جدا طيب شوأ نستخدمها next 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 أوكي الطنزيمة تنزيمون sj فكتبنا نعنو postman هاد هو الباستس أوكي هادا إيكون تا سهل الاستخدام جدا بوستمان استفاد من عنده انه اضيف بيانات لين ليش الان اعني جلبت البيانات بس اضيفه شلون فاقدر استخدم البوستمان فخلنيجي على البوستمان ونطلب من عنده انه يساعدنا في اضافة البيانات راح علمك هو سهل جدا بوستمان جدا 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 فكل تحتاجه شنه هو طبعا هو هاي ما الدورة السابقة مات الله رفولتش نقدر نيجي هنا اوكي نضيف كوليكشن جديد هذا الكوليكشن اوكي نيجي على سبيل المثال نقول هنا اد اريكوست اوكي فراح نسوي ركوست جديد هذا هو الget حتى اقدر امثلها هنا شوف لاحظ هذا هو رابط شنو قلنا المشروع مانتنا او منها تقرأ ايضا تاخذ تذكرون هذا المشروع مانتنا هذا هنا فاقدر مننا اقول اكوبي هذا هو المشروع مانتنا اضيفه بالبوست مانا هنا اوكي اقول اي بي اي بي اي تمام لين ليش pages ما يحتاج اذكره بس slash api بعدين posts صح فاقول اي بي اي slash posts اقول enter اها جاب لي نفس الفراغ اللي جاب ليه بالبداية طيب هذا get هنا اذا تريد تضيف بيانات فلازم يكون عندك title details user page صح يعني ذولة لازم ترسلهم على شكل شنو ترسلهم على شكل جيسون هاي القيام فبوست شون نستخدمه هنا شوف لاحظ التجير تستخدم get post put patch and delete فنستخدم post نيجي هنا للbody ونيجي هنا نقول row انا هنا text نحاول الى json json file هذا نعمل paste هنا اللي اخذناهم طبعا ساعة المكش شنو ليش دي نطينا error مثلا هاي يطلع بالأحمر عادي normal normal زين هذا الشكل طيب هذا لازم يكونون داخل string فلازم double quotes وكي and نقطتين وتنطي القيمة مالتا يعني قيمة مالتا كذا هالشكل ينجح المياكل العملية فنفس الكلام بالنسبة هذا هذا age ما يحتاج يعني 39 سناني بس لكن الage لازم يكون داخل string هذا ايضا string لازم داخل double quotes لازم فقط الرقم لا عادي ما يحتاج and هنا فارزة وهنا ايضا شنو فارزة تمام شوف لاحظ اختفى error ما بقاندي خلي نجرب انضيف للبيانات انضيف لبيانات طبعا هنا نشوف ما عدنا يبيانات يعني حتى من ننطي where is it this one refresh شوف ماذا يجي لبيانات ما عد بيانات هنا فخ نستخدم post من ونرسل البيانات هذا من الback end هذا رح يخاطب من يخاطب هذا خلي نشوف يقول new post added خلي نتأكد نجي هنا ال compass and add خلي نجرب بال database ما احنا copy يعني جوز database اخر معقول نجي هنا خلني ايجي هنا connection connect new connection خلني نشوف new connection and كنا هذا نضيفه هنا ونغير هذا بمحمد ها باسول بانه خلين نقوله connect ممكن الكي مختلف could be هذا غلقة قديمة خلونا نجرب send okay new post added اذا نجي للمونغو compass اذا نجي نعمل refresh and اوكي مضاف شي بس هنا انا my data تمام هنا انا my data لكن خلن نشوف ال database ما اتنا اصلا وين مرتبط اذا جينا db connect اللي هو بالutils اوكي احنا عدنا database اسمه test تمام فاذا ما موجود راح يخلق لنا شوف لاحظوا صار عدنا شي اسمه test لو نجي عليه post لاحظ تم اضافتها انضاف title details والuser age والاخري وصار عندك id خاص بي اذا ديشوف احنا انه database مرتنا ديضيف قيام طبعا انت كل ما ضيف قيام جديدة راح يظل يضيف قيام يعني هنا مثلا خلن نقول title اسمه محمد and details اسمه عيسى and user اسمه حميد مثلا send and تعال هنا مرتلا كل refresh that's it لاحظ على الثالثة اوكي هاي الثالثة فاذا هاي البيانات موجودة طبعا تقر تحذف نعم هاي تقر مننا اصلا راسا تحذف هاي تقول delete فيتم حذف ها اوكي وممكن انه نرجع مرتلا نسوي له شنو نسوي له get حتى نشوف نقدر نجيب البيانات المفروض انه يجلب هالبيانات لنا look at this جاب لي البيانات تمام حتى هنا المفروض انه من اجي عمل للرفرش لاحظ جلب لي البيانات هذا شنو هذا الapi اوكي هذا يختلف عن الواجه هذا api server site تمام فهي شكل قدرت انه تريد اوكي سوي التجارب مالتك عادي جدا and خلي في بالك انه ممكن ايضا تسوي له delete والupdate وهي المراحل كل هاته طبعا هنا رح نسوي بالاخير نهاية الدور رح نسوي مشروع كامل مت كامل بس خلي نشوف delete هم ممكن نعمله اذا delete لازم احدد بالضبط اني منو اريد تحثفه عن طريق ال id فبالتالي لازم اصيب يصير عند id لذلك انا اضفت هنا شنو id اشوف هنا عندك هذا هو ال index اقدر اخذ كل وضيف ال من اضيف ال id بهذا الصورة فاني database عندي موجود هذا db connection and شنو اللي احتاج عندي خلي نشوف هنا رح احتاج delete هالمرة طبعا post انا بعد ما احتاج لان هذا بس رح يحذف لي اكثر من ذلك انا ما احتاج فاذا هنا ال handler رح يسوي delete الطلب مال بس احتاج انه القى find find عندي فنكشن اسمه find one شوف find one and شوف find one and delete هذا احتاج فاجلب لي واحدة بس حتى لا يحذف كلتهم بس واحدة يتأكد وبعدين احذف ها هنا لازم انطيل ال id طبعا ال id بال mongodb مين كتب id نكتب underscore underscore id تمام هالشكل فاكتب underscore id اوكي اذا كتبت id واحدة ما يقبل الحذف طيب منين اجيب المعلومة مات ال id بسيطة هذا اسم id وهنا من ال request هذا ال user هو اللي ينطين ال id مالتا فاذا بال request dot query query تمام dot id هذا تأخذه من من المستخدم فالمستخدم هو ينطين ال id وننطيها لل database نقول احذف لما يكون ال id مات ال user مشابه لهذا ال id اللي راح ينتقي المستخدم اذا نجحت العملية المفروض انه يسوي لي send ويرسل لي مثلا رسالة يقول لي deleted اوكي اما اذا فشلت فرجع لي الخبر ليش فشل هذا الشي تمام بس هذا اللي انت تحتاج يعني عملية دليت جدا سهلة اوكي طبعا ال delete يحتاج اي دي عدنا واحد اخر يحتاج اي دي حقيقة اللي هو ال put تمام اذا تريد تحدث بيانات هذا ايضا يحتاج ال id فنقدر ناخذ ايضا put هاي عامة ال delete سوينا بس راح نتحقق من عند اطمئن وال put هي عملية شنو التأكد طيب ال put اريد احدث البيانات فال put تقريبا مشابه لل مشابه للشسمة مشابه لل delete تقريبا انه لازم تجلب لي الشخص اللي اريد احدث البيانات مالتا فاقدر انا اقول ايضا post find one مو delete يعني بس اقول find one لاننا find one and delete يعني القال ايا وبعد احذف هنا لا فقط القاها قم بايجاد هذا الشخص ايضا عن طريق ال id انا اريد بعدين بدل المعلومات مالتا طبعا المعلومات مالتا على اساس شنو على اساس ال وين ال مو connection لا هنا على اساس هاي المعلومات اوكي على اساس هاي المعلومات طيب شن اغير هاي المعلومات طبعا انت من رح تجيب لي انت من رح تجيب هذا الشي من قائد البيانات انا رح يخزن بهذا المتغير فاذا هذا المتغير رح يحتوي على post title post detail post user post age حلو القيم مالتا اش رح تساوي طبعا هذول الكل لازم يساوي يساوي كذا يعني يساوي مثلا المعلومة اللي رح تجيب انت رح تجيب من المستخدم المستخدم قلنا المستخدم معناتها request res و rec هذا من المستخدم res هو احنا السيرفر فمعدها المستخدم معناتها request فنقول rec.body لانه رح يساوي عن طريق الbody اوكي اشوف هنا انا ما يقول body اوكي احنا تجيب نرسل معرومات عن طريق الbody فاذن body . بداخل body اكو شي اسمه title اوكي title and بالbody ايضا اكو شي اسمه details بالbody اكو شي اسمه user بالbody اكو شي اسمه age فهنا بس مجرد اغيرهم هذا detail هذا age ايضا بهذه الصورة اوكي الكل رح يكونون بهذه الصورة طبعا yes ما عندي مشكلة نايس بعد ذلك احتاج انه احفظها اذا اقول لها post dot save اوكي ايضا رح اذكر لشنو await حتى تأكد انه يقوم بيحفظها ما يستعجل يحتاج انه ارسل رسالة ايضا ارجع خبر اقول لا updated اوكي اوكي انه تم تحديث and اذا اذا في مشكلة اذا لازم استخدم try اذا ناخذ هذا try هذا رح اخذ المستخدم اوكي لازم يدني id try فهذا كل try واذا عندي error رح يرجع لل error that's it يعني هذا كل اللي احتاج اذا لازم نجرب نجي نعمل هنا save ونجي هنا post مثل ما لازم اذكر ال id فال id ما رح يكون هذا هو ال id اوكي عسى بمثال هسا هذا ال id اريد اعمل update فراح نسوي له شنو put هذا put اوكي واجي اذكر ال id هنا يعني اخذ هذا copy اذكر ال id هنا واجي اعدل عليه يعني مثلا سمي احمد علي and حسن تمام حسن فاقول send خلينا نتاكد and updated خلينا نتاكد هنا نقول refresh علي احمد حسن تمام updated حلو اذا ال update ايضا دايش تغل خلينا نجي هنا نتاكد من هذا الكلام اذا جينا قلنا على فقط posts اوكي ونطينا على get حتى نشوف المعلومات التي تجلبها that's it شوف لاحظ احمد علي حسن تمام 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 شغال خلينا نرجع نسويها post ونضيف معلومات غلط يعني حتى شنو نقدر نحذف براحتنا اوكي فخلي نقول post and نشوف new post added نرجع ومرت لاخن نقول get خلي نشوف القيمة انضافت ولا لا ولا ومفروض انه احنا نقر نشيك من انا ايضا اذا اتلا refresh لازم يطلع لك قيمة الثالثة اللي هي هاي تمام فهذا راح نسويها للحذف طبعا شوف لاحظ ظهرت هذا قبل شوي اضفنا خلي نجرب delete اذا جينا انا خلينا ال id مالتا وقلنا لشنو delete حذف فأيج اقول that's it قيمتين بس بقت فاذا عملت الحذف ايضا لشغال شوف هنا 1 2 3 خلي نجي نعمل refresh شوف 1 الى 3 نعمل refresh شوف 1 الى 2 بقى عنصرين بس الجميل بالdatabase كmongo db يحفظ لك المعلومات يعني لليش نستخدم mongo db حتى ال data تكون مغزونة يعني حتى اذا وقفت المشروع وراها ارجع شغلة تبقى البيانات محفوظة ما تنحذف يعني هي هاي الفكرة طبعا بالدرس القادم ان شاء راح نبلش نسوي المشروع الكامل بحيث نقدر نربط بين ال data base وال api وال front end الواجهات لان لحدث احنا سوينا العمليات الاربعة اوكي بس احنا اكيد ما راح نقول المستخدم تعل استخدم postman صح لو لا او ما يريد تفتشي يظهر هنا بال page يعني زين يستخدم ها كpage مو كش اسم اوكي فبقى الحالة شن سوي الدرس القادم نسوي مشروع متكامل ال front وال back وايضا database لهنا نقول لكم مع السلامة